ايام عصيبة ثلاثة عاشتها مدينة الرمثة الحدودية احتجاجا على قرارات حكومية متعلقة بعدد من الاجراءات الجمركية على الحدود تدخل العقلاء في هذا الوطن ووعود حكومية وانسحاب للمدرعات من شوارع المدينة اعادت الهدوء اليها وتكفلت بغياب اي مظاهر احتجاجية يوم امس في نقطة بدي احكي فيها عبر قناتك الكريمة اللي هي الهجوم الكبير على السوشال ميديا على شباب الرمثة وعلى الرمثة انها هي عم تعمل فوضى او عم بدها عشان كروز دخان لا يعمي قصة مش قصة كروز دخان قصة قصة شباب حابين عبروا عن اراءهم والاستفزاز ما ايجا من شباب الرمثة بالعكس الناس طلعت حددوار تسولف وتصيح تفاجأنا من مسيل دموع شو نعمل نقف نتفرج روى عدورنا لا بدنا حقنا احنا بدنا حقنا استفزاز كان واضح واضح للجميع الاطلاق النار لكلاشنكوف مش رمثاوي ما في واحد رمثاوي بيجي بمسك كلاشنكوف بيجي بطخ لا يعمي احنا طلعنا بدنا نعبر عن رأي اجتماع حاشد عقد في منزل النائب خالد ابو حسان افضى بمطالب واضحة ومحددة يرفض اهالي الرمثة المماطلة بها ويكفل تحقيق عودة الهدوء والسكينة الى المدينة بشكل تام تم الاجتماع اليوم مع جميع وجهاء الرمثة لبحث تداعيات الاحداث الاخيرة بالرمثة حيث تم تقديم الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية وعبروا عن انتماءهم وولاءهم للقيادة الهاشمية وان هيبة الدولة خط احمر بالنسبة لجميع اهالي الرمثة ونبد ما الفيديو المتداول باطلاق العيارات النارية لا بل المطالبة بنزال اقصى العقوبة بمنفذ هذا اللي كان يطخ بالفيديو والسيارات اللي تم حرقها من سيارات الدراء اليوم عبروا اهل الرمثة عن اعتزازهم بقيادة الهاشمية وانتماءهم الكبير وان الرمثة هي جزء لا يتجزأ من الوطن لطالما قدمت الرمثة والرمثة هي الخاصرة الشمالية للوطن طالبوا اليوم اهالي الرمثة باطلاق الصراح ابنائهم طالما تبين وتم تحديد مطلق العيارات النارية طالبوا اطلاق صراح ابنائهم المحتجزين لدى الامن العام وطالبوا بالاسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع البحارة في الاجتماع ما بين البحارة والحكومة الرمثة تستحق بما عانت فيه من ثمان سنوات ان نتجاوز عن بعض الهفوات من شبابها المتحمس اللي عانوا من البطالة ومن فرص العمل نستوعبهم والاناء الكبير يستوعب الصغير ونناشد جلال السيدنا التدخل للإفراج عنهم لأنهم ابناؤه وبالامس كان بين ظهرانينا الرمثة اهل العطاء ونحن ان شاء الله سنستمر معك يا سيدنا عطاء موفورا ولن نتخلى عن امن وامان هذا البلد بعيوننا وترابه بعيوننا برد ما جرى من احداث في الاسبوع المنصرين والايام الماضية يدل على فشل الادارة سياسيا وهي عدم تلقي جلسة الحوار ما بين الشعب والحكومة الحكومات لا تدار بهذا الشكل نحن مع الوطن ونحن صمام وطن ونحن مع جلالة الملك ومع القيادة في هذا الوطن لكن على الحكومة ان تعي انها تجر الشعب لويلات وويلات لا تحمد عقباها الرمثة بوابة الوطن الشمالية وحاضنة اهم معابره الحدودية يريد سكانها كما باقي الاردنيين حلولا تنصفهم وتحفظ رزقهم وتعيد الالق لمدينة عانت على مدار سبع سنوات كاملات يرى سكانها ان كل المسؤولين المتعاقبين تهربوا من ايجاد حلول حقيقية لمعاناتهم